بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى ريال بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا رب عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا طبت أيوم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتهم والله فوزا عظيم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم إذا ذكر الحسين فأي عين إذا ذكر الحسين فأي عين تصون تموعها صون احتشام بكت الأنبياء وغير بدع بآي آي 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 يبكي الكرام على الكرام تبكيك عيني لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك با تبتل مني بالدموع الجاية 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 يا راقي اللي تناشدني علي من تدمح الحح كل البكاء والنوح كل حلح حبايا بقلبي حبايا بقلبي إنا لله وإنا إليه راجعون موضوعنا في هذه الليلة الحسين عليه السلام في واقعنا الاجتماعي وفي واقعنا الفقهي لأن كل واحد من عندنا عند علاقة مع الحسين عليه السلام سواء من خلال العادات أو من خلال ما يجري في حياته من أمور فقهية دعنا نوضح لك إياها بشكل آخر نحن عندما أتمر إلى حياتنا الاجتماعية أتمر على الكتاب اللي يدرسون نهضة الحسين عليه السلام وتأثيرها على الواقع الاجتماعي في البلدان التي تتخذ من الحسين قدوة ومنارا ونبراشا في حياتها تجد تأثيرا على ذلك يعني مثلا دعنا نوضح لك إياها بشكل آخر يعني في السابق مثلا عندما تذهب مثلا إلى النجف الأشرف كان مثلا من عادتهم إذا اشترى شخص بيت إنه بماذا يفتتح بيته يفتتحه بمجلس حسيني يتبرك بذكر حسين سلام الله عليه هذه موجودة عندك بعد من تمر لنأكذ مثلا لبنان لبنان لما أسست أفواج المقاومة الإسلامية اتخذوا أي يوم اتخذوا يوما يتعلق بالحسين عليه السلام في سنة 1974 اتخذوا يوم الأربعين انطلقوا من الحسين عليه السلام واتخذوه من هاجل لحياتهم هذا شيء يأثر يأثر إلى مدى أو إلى أي مدى وإلى أي عمق يعيش الحسين عليه السلام بداخلنا العلم اتطور شوفنا اليوم من نمر على الإعلام الإعلام أمر في غاية الأهمية لكن أيضا تأثر أراد أن يعرض قضية الحسين عليه السلام بشكلها الجميل والمحبب إلى الناس يعني على سبيل المثال قناة المنارة اللبنانية أرادت أن تعمل اعتفت فكرة أنه عشرة أيام شهر محرم أن تبث التعزية من خلال الاستيديو هذه قناة يتبعها الملايين سواء من الشيعة أو من غير الشيعة أنت ما تجيب لك تجيب لك شخص يعرف كيف يخاطب العقول كيف يعرف يفهم الناس قضية الحسين سلام الله عليه ليش لأن قضية الحسين عليه السلام تجد الآن مثلا بعض الدراسات منها مثلا الدولة الأموية المفترى عليها دراسة الدكتور شاهي دراسة موجودة مطروحة فوقع الاختيار على عميد المنبر المرحوم الدكتور أحمد الوائلي كي يقدمها بأفضل شيء وفعلا نجحت وقدمت هذا الشيء بهذا الشكل الجميل فشئنا أم أبينا الحسين عليه السلام يرتبط بنفوسنا ويرتبط بتاريخنا وبحياتنا وفي كل شيء لأن هذا حب الحسين ويقول حب الحسين أجنني هذا إلى في تأثيرنا الاجتماعي دعنا نمر على واقعنا الفقهي في واقعنا الفقهي نجد هناك عند الفقهاء يمرون على قضايا تتعلق بأهل البيت عليهم السلام وبالحسين بشكل خاص كيف من نمر على قضية النذر قضية النذر تدري بعض الناس ينذر مرة ينذر بصيرة شرعية ومرة ينذر يقول يقول أنا إذا صار عندي ولد الله رزقنا بمولود أن أذبح ذبيحة للعباس أو أقيم مأدبة للحسين طبعاً تتخليها بشكل هذا الشكل أنا عندي نذر للحسين هذا ما يصير يعني ما راح يتحقق حتى يكون الأمر هكذا أنه الهدية تكون إلى الحسين سلام الله هل أنت هنا قد تسأل هذه المسألة الهدايا إلى الأموات فقط موجودة لدينا يعني نحن الإمامية لا ليس فقط نحن موجودة لدينا نرى مثلاً على إحياء علوم الدين للغزالي أو الغزالي هذا على روايتين في قراءة نسبه المهم هذا من يمر على شخص اسمه علي ابن الموفق علي ابن الموفق هو على حد تعبيره يقول هذا من طبقة الجنيد طبقة الجنيد الجنيد اللي مدفون في بغداد في المقبرة الشينوزية اللي عنده معرفة في بغداد هناك مدفون هذا العراق بلد التصوف لنبيه مثلاً شيخ عبدالقادر الجيلاني بالسرة سقطي فهذا واحد إنه من من أعملت التصوف فهو من يقول هذا من طبقة الجنيد هذا يقول إنه ذبح الكثير من العضاح وأهدى ثوابها إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الثاني النيسابوي محمد محمد بن إسحاق النيسابوي هذا مولانا يختم القرآن الكريم ويهدي ثوابه إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصير يصير أنت يتقرأ فتشأت يصير تتصدق للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصير أن تهدي شيء من القرآن الكريم وتهدي ثوابه إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله شوف من نقرأ في تأريخ النادر لما شوية نرجع إلى تأريخ كربلا وبالخصوص في زمن حكومة ياسين الهاشمي في أيام المملكة العراقية طبعا وقعت حادثة أليمة جدا على قلوب المحبين لأهل البيت توجد منارة مأدنة تسمى بمنارة العبد دعنا نرى ما هي المواصفات المنارة هذه المنارة ارتفاعها 40 مترا والقاعدة التي أسست عليها 20 متر المهم هذه سميت بمنارة العبد سنة 1935 هدمت هدمت هس هناك من يقول لأسباب طائفية لأن هذه منارة عمرها 600 سنة ما هي هذه قصة بنايتها قصة البناء لها بسبب نذر نحن من نقرأ في تأريخ المغول بعد الدولة تجري ذول المغول عندما جاءوا واحتلوا بغداد بعد ذلك دخلوا إلى الإسلام المهم صارت عندهم الدولة الإيخانية ومن بعدها الدولة الجلائرية فهذا البناء حدث في زمن ويس الجلائري ويس الجلائري سيطر على خرسان وسيطر على العراق عندما سيطر على العراق بعث واحد من أمرائه هذا شسمه هم يطلقون علي مرجان أو الأمير جان هو من أصل رومي ولكن ويس الجلائري كان يثق به ثقة عمياء هذا يوم من الأيام ما ضافع الأرادة أن يشتقل بالعراق يعني بمعنى أراد أن ينقلب انقلابا عسكريا وينفرد بالعراق لوحده المهم وصلت الأخبار إلى أويس الجلائري أعد جيشا ضخما لمهاجمته فعلا جاءوا من تبريز إلى أن وصلوا بغداد طلائع قوات الجيش لمرجان انهزموا زين هو بعد من دخل الجيش إلى بغداد استشار جماع تقللهم ملحل هان هذا إذا مسكني يقتلني قلوا له لا عندك إلا حل واحد أن تذهب وتلتجئ عند الحسين عليه السلام هذا ما رح يوصل لك احتراما للحسين ما رح يوصل إليك نقول هاي احنا نعرفها يعني اللي يدخل عد أمير المؤمنين أو اللي يدخل عد أهل البيت لابد إنه أن يحمى شوف البعثيين لعنهم الله في أيام الانتفاضة سنة الألف وتسعمائة وواحد وتسعين قتلوا الناس في الأفرحة عند الحسين وعند أبل فضل العباس أرجع إلى الموضوع فقلوا لأنه لا حل لك إلا أن تلتجئ إلى الحسين عليه السلام فهو نذر قال إنه جوت من ذلك أنا الأموال اللي عندي والأملاك اللي عندي أجعلها وقفا للحسين يعني أبني منارة وهالي الأوقاف تكون وين تكون للحسين عليه السلام ديش هو عنده أملاك في عين تمر عنده أملاك في بغداد يعني أنت اليوم إلى يومنا هذا عندك مثلا جامع مرجان بشورجة في بغداد هذا باقي إلى يومنا هذا الشاهد فعلا لم يتعرض له أحد بعد ذلك هذا من شاف ويس الجلائري قال احتراما للحسين وما قدم للحسين أنا أفوت عنه هاي ببركة الحسين سلام الله علي فبعد ذلك أثر بي هذا الموقف قال أنا العبد مالي أو هذا الأمير أنه ما ممكن أن يكون أفضل من عندي وفعلا جدد عمارة المسجد الشريف للإمام الحسين أو المرقد المطخال لكن مولانا أنت تتصور ملوية تنافس أقل شوية ارتفاعها من ملوية سامراء اليوم أنت إذا رحت إلى بيتك اكتب في جوجل منارة العبد وشوف قيمة التراث الحسيني الذي هدم هسا ما يريد أنا أدخل بالأسباب بس هناك من كتب وأشار أن الأسباب كانت طائفية فالنذر له دور إنه في حياتنا الأمر الآخر اللي إحنا عدناه من واقعة الحسين سلام الله عليه تشوف كثير من الناس عندما يقسمون بالحسين يكون ناس تقسم بالعباس شوف إحنا هسا أنا أحتي لك عن المجتمع العراقي بالمجتمع العراقي من يمرون على واقعة كربلا وبالخصوص كتاب علماء الاجتماع بالمجتمع العراقي توجد وبالخصوص بالجنوب مني في جنوب العراق يسمى ما يسمى براية العباس طبعا راية العباس إيش فائدتها تكون نزاعات ثأرية بين عشيرتين طبعا هذه من الصير النزاعات يتدخل الجيش ما يحلها بس من يقعدون عقلاء القوم ويقولون إحنا راح نعمل راية العباس يجربون عصر ويجربون سيد وياهم ويشد عليها راية بيضاء هذا شيء يؤدي يؤدي إلى حل النزاعات فإحنا يتأثر بين الحسين فتجد بعض الناس يحلف بالحسين عليه السلام وحق الحسين هذا أنت الآن من يسمعك واحد من المدارس الأخرى يقول لك هذه هي بدعة ما يصير أن تحلف بالأحياء لازم أنت القسم أما يكون بالله سبحانه وتعالى أو بأحد أسمائه الحسنة لا القضية القضية مو هالشكل شوف احنا من نقرأ القرآن الكريم نقرأ القرآن وسيرة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم يفند هذا رأي اللي يذهب يقول أنه لا يجوز القسم إلا بالله سبحانه وتعالى نأتي للقرآن الكريم لعمرك يعني شنو لعمرك يعني وحياتك الله سبحانه عز وجل يقسم بحياة النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الأول الأمر الثاني الأمر الثاني من سيرة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم جاء شخص إلى النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أنا أطلب منك أن تعلمني الإسلام أعرف علي الإسلام أنا أكون مسلما ما المطلب مني قال أنت عندك خمس صلوات قال إلا أن تزيد حدث إنه بالزقاء المهم هذا يحدثه على فروض الإسلام فالرجل خرج النبي عقب عليه بكلام قال أفلح وأبيه إن صدق فالنبي بمن حلف قال له وأبيه فهذا إيش بولانا يدل يدل إنه على الجواز إذن إحنا الحلف الحلف لما الإنسان يريد يحلف إحنا اليوم عندنا أنواع من تجي إلى حياتنا اليومية عندنا يسمون يمين المناشدة يعني ما هو يمين المناشدة يعني تلقي ثنين في باب المطعم واحد يقول له والله أنا اللي أدفع هذا يصير له ما يسمونه يسمونه يمين المناشدة هذا يقولون لا لا يترتب عليه الأثر فالحلف إنه بيعه للبيت يجوز لكن لا يترتب عليه بعد الأمر الثالث اللي يتعلق بالفقه الإسلامي تشوف الناس عندما توفق إلى زيارة أهل البيت توفق إلى زيارة أهل البيت سلام الله عليهم اللي رايح إلى عتباتنا المقدسة في بعض الأحيان شي يشوف يشوف هناك من يقبل عتبة الإمام طبعاً في النجف تدري في تلك الفترة كانوا يتسوقون كل اللي يعدهم يأتون إلى بغداد ويأتون إلى هذه المدن لكي يتسوقوا منها ويتبضعون الشاهد في ذلك عندما وصلوا وين وصلوا إلى النجف الأشرف من اللي كان كان اللي قادم شيخ الخزائل قبيلة عراقية معروفة هذا من عادته مولانا لما وصل إلى باب الضريح نزل و قبل عتبة باب الأمير سلام الله عليه الناس أكو حكمة تقول الناس أعداء ما جهلوا هذا ما يعرف أيش القضية شاف هذا سجد وفي غير موضعه نزلوا وقتلوه وذبحوه هذا ويا رجالته ويا جماعته ويا علية القوم من عشرته من الفوارس وإذا مولانا تنشب معركة لمدة ثلاث ساعات معركة لمدة ثلاث ساعات طبعا وقعوا من جنود الوهابي مئة قتيل طبعا نحن نحن مع الأسف اليوم ما عندنا ناش مولانا اللي الطالب بالمجاجر اللي حدثت يعني مثلا اليوم أنت الأرمن الأرمن في كل عام يطلعون إنه على المذابح التي يقولون جرت عليهم شوفها في فرنسا قدهم تأييد الأوربي تعال قل لي احن مثلا من اللي وقف وقال أنتم ذبحت الناس لأنه كربلا تعرضت إلى مجزرتين تعرضت مجزرة من قبل العثمانيين وتعرضت إلى مجزرة من قبل الوهابيين يعني تدري ماذا فعل عندما هجموا إلى كربلا هجموا عليهم في تلك الأيام قتلوا الناس قتلوا ربع مولانا عندك اليوم يقدر يمتلك شجاعة مثل شجاعة الأرمن ويطلع يقول والله احنا نطالب مع العلم انت تسمع أصوات من هنا وهناك يقول احنا نطالب بتعمير الأئمة بتعمير القبور انت عندك اطلب تعويضات على هذه الأجساد شوف لأنه هم من نقرأ في التاريخ ذول اللي من الحكومة العراقية آنذاك دياتهم هؤلاء ماذا اللي راح يطلب دياتهم ومتى يقف هذا سفك الدماء يعني انت الآن مثلا في لبنان من تقرأ تاريخ كسروان يعني تاريخ كسروان بفتاوى ابن تيمية ازقد ذهبت أجيال ازقد قتلت ناس بسبب هذه الفتاوى احنا المفروض السياسي اللي عندنا يمتلك وعي تاريخي يمتلك وعيا مستقبليا حتى احنا هناك جالية المفروض ايضا انه ان نعيش ليش الاخرين مثلا حادثة حدثت كذا من السنين بس ما زال يستذكر وما زال ما زال تعايش في وجدانا فارجع انه الى الموضوع فالسجود السجود كيف يكون انه اذا واحد حب انه ان يسجد يسجد بعنوان سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى وليس بعنوان السجود الى الامام سلام الله عليه بعد من واقعنا الاجتماعي عندنا الحسينيات الحسينيات يعني الان انت عندك كل بلد حسينيات فيه حسينيات يعني الان اذا تذهب مثلا الى بيروت تجد فيها حسينيات تذهب الى النباطية تجد فيها حسينيات تذهب الى كربلاء تجد كل مكان فيه شعار تجد فيها الحسينيات اول مرة ننمر على الجانب الفقهي ما هو الفرق بين الحسينية وبين المسجد طبعا المسجد له احكامه التعبدية يعني مثلي المسجد المسجد يستحب من يدخل الانسان يستحب ان يدخل له على طحارة بعد ان يصلي فيه ركعتين اذا كان مجنبا او بالحدث الاكبر رجلا او امرأة لا يجوز له انه ان يدخل الى المسجد زين هاي الاحكام لا تنطبق وين على الحسينية يعني الحسينية هي مجرد قاعة يقام فيها ذكر الحسين سلام الله عليه يعني ما تشملها احكام المسجدية يعني شلون ما تشملها احكام المسجدية لنفرض المسجد تعرض الى نجاسة يعني وانت شفت النجاسة شا سوي تقول انا عوف الواحد غير هو يجي نظف لا يقولون هنا هذا ما يطلق عليه في علم الاصول يسمون بالوجوب الفوري هذا الوجوب لا بد ان يكون وجوبا فوريا يعني اللي يشوف هذا ما تنطبق انه على الحسينية الحسينية ما تشمل لكن لكن انت لو تسأل هل كانت هذه الحسينيات مثلا اشقد عمرها يعني كانت موجودة بالعصور الاسلامية ما احنا اشعدنا من نجه الى تاريخ المسلمين اشعدهم غير المساجد كانت عدهم الخانقات الخانقات والرباطات يعني هذه الخانقات توضع انه على الطرق الناس تأتي فيها تصلي زين الرباط كان مثلا ايش هذا الرباط الرباط يأتي التلامذة مثلا اللي يدرسون التصوف يذهبون الى هذا الرباط يعني شلون هالسدير اللي موجود عند المسيحيين يأتون رهبان كان هناك الرباط يأتي هؤلاء الذين يدرسون طلب التصوف يذهبون الرباط يوفر لهم شيء من الخبز وما شاكل ذلك يدخلون الى هذه الاماكن وكان من اشهر الرباطات في بغداد رباط الزوزني هالسماع موجود جرفه نهر الدجلة فكان عند المسلمين هاي الامور الموجودة اما عمر الحسينيات بذلا اول حسينية في العراق مثل ما يقول صاحب تراجيديا كربلاء الحيدل يقول انه اول حسينية اسست في الكاظمية انه هذه اول حسينية يعني بالقرن الثامن عشر كذلك اول الحسينيات مثلا بنيت وين بنيت على ما في بالي انه في النباطية فالحسينيات اللي اريد اقوله انه احكامها الشرعية تختلف عن احكام المسجد يعني الحسينية انت عندك فيها كثير متسع من الوقت فهي بحد ذاتها مخصصة لإقامة ذكرى الحسين وما يتعلق بهذه الذكرى التي تخص الامام الحسين سلام الله عليه بعد عدن من الجوائنب الأخرى من المر على الأئمة سلام الله عليهم مثلا من المر على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه من المر على موسى بن جعفر يروين الإمام الرضا سلام الله عليه يقول كان والدي إذا دخل عليه شهر المحرم الأئمة كان يبكون في أول الأيام إنه تعلوه الكآبة وإذا كان اليوم العاشر كان يوم مصيبته ويوم حزنه فمرات الأئمة يعللون يقولون مثلا الحسين ذبح في شهر المحرم وفي شهر المحرم كان أهل الجاهلية يعظمونه شهر شوف الحسين عليه السلام الحسين لما خرج خرج من مكة احتراما لمكة وصونا للشهر الحرام حتى لا يقتل به شوف هذا الشهر هذه الأشهر كانت مقدسة من أيام نبي الله إبراهيم زين وإجت الجاهلية وإلى الإسلام أقرها ليش لأن هذه بيها سلام هاي الأشهر اللي هي ذي القعدة ومحرم وغيرها من الأشهر الأشهر الأربعة ذني يحرم فيها القتال القتال يكون فيها محرما يعني بمعنى العرب أنذاك لو رأت يعني واحد يطلب شخصا ثأرة يطلب شخصا ثأرة إذا كان في هذه الأشهر أنه ما ممكن أن يرفع الشيف ويقتل قاتل اللي كتل أبوه ما ممكن ليش احتراما لهذه الأشهر فالأئمة سلام الله عليهم كان يشيرون إلى هذا المعنى معنى استشهاد الحسين سلام الله عليه في هذا الشهر على أحد الروايات مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول يا ابن رسول الله أما أنا لحزنك أن ينقضي يقول كيف لأن الإمام الإمام إلى مواقف يعني مثلا كلما مر على دور آل عقيل يقول خنقتني العبرة دور آل عقيل يعني فنوا على بكرة أبيهم من يمر على بيت العباس يبكي يشوف الطفل صغير بقي اللي هو عبيد الله يتذكر مصاعبهم ويتذكر ما جرى عليهم فكان الإمام سلام الله عليه كلما مرت عليه فيقول يا أبا حمزة كيف لا أبكي وقد قتل الحسين عطشانا كيف لا أبكي وقد قتل الحسين يعني الحسين مولانا ذبحوه من القفا من الوريد إلى الوريد هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبله كان يضمه إلى صدره بين النبوة والإمامة مقعده هذا الذي كان يربط بين النبوة والإمامة ماذا فعل به بن أمي وفعلا كانت مثل هذه الأيام أيام محرم أيام حزن أهل البيت عليه السلام وفعلا مولانا في مثل هذه الأيام وصلت قافلة الحسين عليه السلام إلى كربلاء في اللوم الثاني من المحرم عندما وصلوا إلى محرم إلى كربلاء تدري أسره بيها نساء بيها أطفال عندما رأت ذلك الجيش ذلك الجيش وقد أحاط بالحسين عليه السلام تدري ذول مدججين أسلحة هذا الذي في قلبه حقد على أهل البيت سلام الله عليهم ولهذا هزت تلك المواقف زينب وأخوات زينب ويبس ما وصلنا الكربلاء يخويا ونزلنا وجيورش العداها القابلتن ما بيهر رحمل حاربتن أظن الماري عايين شرباي من عود فعلا هذا ما فعلوه ابن حسين عليه السلام لكن انت تصور عندما وصلن بنات الرسالة اشلون كان من اللي كانوا وياهم هذه كانوا وياها ابنها جاسر هذه وياها الأكبر هذه هي على يديها الرضيع كان العباس الحسين يحيطهم لكن انت خلي خلي بنات الرسالة اشلون كانوا موقفهم يوم الحادي عشر من المحظم الحسين على رمضاك البلاء مفصول الرأس العباس مقطوع اليمين الحسين رضى صدره الخير جاسم كذلك ولهذا تقول طلعنا بشاملنا من المدينة طلعنا بشاملنا من المدينة والناس جانوا حاسدين بسماء لفيانا التربلان ولننشتان ويحنا نسبيان ولهذا عندما اخذوهم الى الشام طلبوا من الجمال قالوا له يا جمال بالله مربين على القتل تدريد كل واحدة عندها ابن تريد تشبع شوق منه هذه تريد تقعد يمه هذه واحدة تأتي تشوف ابنها مضمخا بدمائه ساعد الله قلب الأم وهي تفقد عزيزها يقول له يا جمال يا جمال يا جمال بلع لي يا اكتراتي يا جمال بلع لي يا اكتراتي على وليات علي حلو المحاراتي أنا خلي ييني يريد شبع بلواراتي الثانية تأتي الى ابنها اتمر تشوف ابنها قاسم قل لا يا جمال بلع لي يا اكتراتي واني يا اكتراتي المردحات جاسم ابني ما هو عربا يا ربا يا ربا يا ربا يا مدلل تعبني تاتي الرضيع أتراتي يا جمال يا ربا طلعي على ابنه يرد ويدعن وشمع من منحر يا ورض عرن شا ذكر من قلب شيطن بعد ياهي تعرفها ياهي لاجد اجد زينب سلام الله عليها اخويا لا تقول لا تقول زينب براحة ولا تقول بطلت المناحة عقبكم يا اخوتي ما عاشفت راحة اخويا يا ابو علي اخويا اخويا تتمنى الاخت اخويا تتمنى الاخت والمصائف تنظر الى اخوتها هم اللي يوقفون وياها هم شنتها اخويا يا اخويا تتمنى الاخت اخويا يا اخويا تتمنى الاخت سيده وغرم الماتد لبنيتها با سم الحزن زيانه اه يا زيانبو هضمتها يا ولي فزح حلبيا اخذ من الحسن وحسيا بعد اخوان الطيبين ظلت بس تدور العين تدري هاي الاخت لما تفقد عزيزها تتمنى له حتى تشوف بس بالحلم ان تراه بالمنان يلا تمني آية حلم وقعد بحلمي تمني آية آية حلم وقعد بحلمي وفي زمن نومتي ولقاك يمي وشمان ريح داك ذو ريح تمني انا قلت بك استيجين تاني حياتي امدللني وامدلل خواتي حرم بشاربك لا ذاتي غاتي يا عصابتي وستري وعبارتي انا لله وانا اليه راجعون سيدنا المجلس بسم الله الرحمن الرحيم الهي نتوسل اليك وندعوك بسمك العظيم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم شاف كل مريض فك كل اسير اللهم احفظ الجالسي اشتركوا في القناة